بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي طلبة الصف السادس اليوم أنا وإياكم يا ميس رح نبلش بدرس جديد اسمه مقاومة المشركين للإسلام وهو الدرس الثاني من الوحدة الأولى في كتاب التاريخ صفحة عشرة درسنا لليوم رح نتطرق إلى مجموعة من النقاط الرئيسية أولا رح نحكي عن الإذن بقتال المشركين الإذن بقتال المشركين قاوم زعماء قريش دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام ومن لما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو المشركين للإسلام وهو يتحمل أذاهم لكن لما اشتد أذر مشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أذن الله تعالى له بالجهاد في سبيله ما الأسباب التي دفعت الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله ما الأسباب التي دفعت الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله واحد نشر الإسلام إذن الرسول صلى الله عليه وسلم جاهد في سبيل الله من أجل أن ينشر الإسلام وأن يرد أذى المشركين وأن يدافع عنه وعن أصحابه وعن المدينة المنورة كيف تمثلت مواقف المسلمين في التصدي لكفار قريش والقبائل المعادية للإسلام كيف تمثلت مواقف المسلمين في التصدي لكفار قريش والقبائل المعادية للإسلام إذن كيف كانت مواقف المسلمين في أنهم يتصدوا كفار قريش والقبائل التي كانت معادية للإسلام عن طريق إرسال عدد من السرايا والغزوات إذن أرسل المسلمين عدد من الغزوات والسرايا اللي كان القصد من إرسالها صد اعتداء المشركين وإحباط خططهم في الاعتداء على المسلمين إذن كان هدف إرسال السرايا والغزوات إنهم يصدوا اعتداءات المشركين ويحبط خططهم في الاعتداء على المسلمين الآن ذكرنا في سؤالنا وإجابتنا السرايا والغزوات فالآن بدنا نتعرف ما المقصود بالسرايا وما المقصود بالغزوات السرايا هي بعثات استطلاعية لم يشارك فيها رسول صلى الله عليه وسلم وكانت تهدف إلى إضعاف قوة المشركين إذن السرايا هي عبارة عن بعثات استطلاعية ما شارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هدفها إنها تضعف قوة المشركين من هو قائد أول سرية؟ قائد أول سرية هو حمزة بن عبد المطلب إذن قائد أول سرية يا سادس هو حمزة بن عبد المطلب كم بلغ عدد سرايا رسول صلى الله عليه وسلم؟ ثمان وثلاثين سرية الآن ننتقل إلى الغزوات ونقل نقطب ما المقصود بالغزوات هي حملات شارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين إذن الغزوات هي عبارة عن حملات شارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين وكم كان عدد غزوات الرسول؟ ستة وعشرين غزوة إذن كم عدد غزوات الرسول؟ ستة وعشرين غزوة إذن لما أسألك فرق لي ما بين السرايا والغزوات الفرق الواضح ما بين السرايا والغزوات يا سادس أن السرايا ما شارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الغزوات شارك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأن السرايا عدتها 38 سرية وأن الغزوات عددها 26 غزوة ننتقل إلى السؤال الذي يليه ما التسميات التي أطلقت على الغزوات والمعارك التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم ضد المشركين اليوم والموقعة والسرية والبعث إذن أطلق عدد من الأسماء على الغزوات من هذه الأسماء اليوم والموقعة والسرية والبعث ننتقل إلى الموضوع الثاني لرح نتحدث عنه بحصتنا لليوم هو يوم بدر متى حدثت يوم بدر؟ حدثت يوم بدر في اثنان هجري الآن خلينا نتعرف على قصة يوم بدر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن القوافل التجارية لكوكبار تجار قريش محملة بالبضائع والأموال في طريقها إنها ترجع من مكة من الشام إلى مكة المكرمة فعندها قرر الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يقابلهم بالمثل من أجل إنه يسترد شيء من الأشياء اللي استولى عليها كفار قريش من أموال المسلمين وذلك عن طريق إنه يذرب اقتصاد كفار قريش من خلال إنه يستولي أو يعمل إغارة على قوافلهم وإصادرها لما علم أبو سفيان إنه المسلمين قرروا إنهم يعملوا إغارة على قوافل التجارية القادمة من الشام إلى مكة أرسل إلى قريش بخبرهم بنية المسلمين وطلب منهم إنه يمدوه بالعون فخرجت قريش عشان تنصر والدافع عن أموالها إذن نرجع نلخص شوي يوم بدر شو قصة يوم بدر؟ إنه الرسول صلى الله عليه وسلم إجاء خبر إنه القوافل التجارية ده كفار قريش محملة ببضائع وأموال وهي بطريقة من العودة من الشام إلى مكة المكرمة قرر الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يقابلهم بالمثل من أجل إنه يسترد جميع الأموال والبضائع اللي أخذوها من المسلمين عن طريق يعملوا إغارة على هالقوافل لكن علم أبو سفيان بنية المسلمين وطلب العون والمساعدة من مين؟ من قريش إذن السبب المباشر ليوم بدر من أجل استرداد شيء مما استولى عليه كفار قريش من أموال المسلمين عن طريق ضرب اقتصاد كفار قريش من خلال الإغارة على قافلتهم ومصادرتها الآن أذكر الأطراف المتحاربة في يوم بدر المسلمين والمشركين من قريش إذن أي معركة فيها طرفين كان يوم بدر فيه طرفين المسلمين والمشركين من قريش ما نتائج يوم بدر؟ ما نتائج يوم بدر؟ واحد انتصار المسلمين إذن من نتائج يوم بدر واحد انتصار المسلمين إثنين اتعززت مكانة الرسول ما بين القبائل اتعززت مكانة الرسول بين القبائل أيضا دخل عدد كبير من المشركين في الإسلام واكتسب المسلمين قوة في القتال وزادت هيبة المسلمين وأسر عدد من المشركين إذن من نتائج يوم بدر واحد انتصار المسلمين اثنان اتعززت مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين القبائل ثلاث دخل عدد من المشركين في الإسلام اربع اكتسب المسلمين قوات القتال وخمس صار في هيبة كبيرة للمسلمين وتم أسر عدد كبير من المشركين ان شاء الله الحصة القادمة رح ينكمل عن يوم بدر ونبلش ان شاء الله بيوم أحد والسلام عليكم ورحمة الله